نادي الزمالك من ناحية تانية بعيدة عن النادي الاهلي تراجع عن فكرة الاستغناء عن خدمات التونسي سيف الدين الجزيري بنهاية الموسم الجاري الزمالك كان أو كان ينوي الاستغناء عن سيف الدين الجزيري ودعم الفريق بمهاجم أفضل مهاجم أحسن بس السيف الدين الجزيري متوهج جدا الفترة اللي فاتت جدا وكأنه صفقة جديدة وكأنه صفقة رائعة لنادي الزمالك أداء رائع مستوى تهديفي كبير تأثير كبير في نتائج المباريات وبالتالي إلى الزمالك تراجع تماما عن فكرة الاستغناء عن سيف الدين الجزيري حتى لو بيفكر في دعم طبعا بمهاجم آخر وربما اتنين في الفترة القادمة ده بالنسبة لسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك الحدي ترجمة نانسي قنقر